قبل أكثر من سنة أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في محاولة لانتشال البلاد من دوامة العنف والفساد وفي خطوة يسعى من خلالها إلى وضع الدولة الهشة على مصار سياسي يتحقق من خلاله ما تظاهر الشعب العراقي لأجله لكن أمام هذا المصار تحديات عدة أبرزها التحدي الأمني تحدي مصدره تنظيم داعش الذي ما زالت خلاياه النائمة تعبث في بعض المناطق العراقية عبر عمليات تستهدف الجيش وقوات الأمن ومنشآت حكومية خصوصا في مثلث كاركوك وبيجي وسامراء وذلك رغم مرور أربع سنوات على إعلان بغداد هزيمة هذا التنظيم مصدر آخر للتحدي الأمني الذي يعترض المسار السياسي في العراق هو الميليشيات المسلحة الموالية لإيران التي تحول البلاد من حين إلى آخر إلى ساحة تصفية حسابات بين بعض الأطراف وتحديدا بين الولايات المتحدة وإيران ويتجسد ذلك عبر عمليات تستهدف أحيانا القوات الأمريكية وتغتال نشطاء سياسيين ومعارضين لوجود الميليشيات تحذرات واسعة بدأت تتردد في الساحة العراقية خوفا من نتيجة الانتخابات المقبلة والتي قد يقع على إثرها تصعيد من قبل الميليشيات إذا لم تحصل على حصة نيابية ترضيها خصوصا أن غالبية الكتل السياسية البارزة على الساحة ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه الفصائل أبرزها الحجد الشعبي التي تعمدت إظهار حجمها في الفترة الأخيرة